استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية جيبوتي سعيد نوح حسن والوفد المرافق له استعرض الجانباني أوجه التعاون المشترك وآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذاتي الاهتمام المشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مشيرا إلى أن الزيرة تأتي في إطار العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجلة العمل الأمنية من جانبه أكد وزير الداخلية محمود توفيق حرص الوزارة على مد جسر التواصل مع أجهزة الأمن بدولة جيبوتي بضوء علاقة الصداقة التي تربط البلدين مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجلة الأمنية وتضافر الجهود لمحاصرات وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها في ظل المعطيات وتطورات التي استجدت على الساحتين الأقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر